والظاهر أن هذه الأروقة كانت لتنظيم صفوف المرضى لأنه كان جمهور من مرضى من عمي وعرج وعسمن يعني الناس اللي عندها تيبس ما بتتحركش يتوقعون تحريك الماء فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه في هذه اللحظات أحبائي جاء الرب يسوع المسيح وسأل سؤال في الصميم سؤال مهم جدا خلي بالك يسوع يعني عالم أن له زمان كثيرا فالمسيح هو العالم بكل شيء وأيضا المسيح له القدرة عندما يسأل الشخص تريد أن تبرأ فنستطيع أن نستشف من كلام المسيح أنه أيضا القادر على كل شيء فإذن له السلطان له القدرة وأيضا هو كلي العلم وهو كلي الحضور كان يعلم كان يعرف هذه المنطقة لأنه كان بمر من جنبها أو من خلالها عدة مرات والغريب أنه كان في جمهور من مرضى يعني جمهور ممكن يكون المرضى بالمئات لربما بالآلاف ولكن المسيح اختار هذا المريض لا نعلم السبب ولكن الرب هو اللي بيعرف حالة هذا الإنسان هل كان هو أطول مدة زمن 38 سنة بذكرنا بال38 سنة اللي تاهوا فيها الشعب إسرائيل في البرية بعد السنتين يعني كله على بعض 40 سنة ومنتذكر أحبائي أنه 38 سنة عمر يعني تخيل واحد موجود في سجن 38 سنة تخيل واحد دخل هذه البركة عمره 20 سنة فصار عمره 58 سنة وتخيل أنا بابتسم لأنه إلنا أكثر من 38 سنة منعمل هذه البرامج تخيل واحد كان عمره 20 سنة بيشاهد برامج نور لجميع الأمم اليوم عمره 58 سنة يعني 38 سنة هذه فترة طويلة جدا ناس راحت ناس أجد ناس دخلت ناس طلعت ناس شفيت ناس تعذبت اتألمت ناس اتوفت انتقلت يعني كل نوعيات الناس دخلوا خلينا نسميه مستشفى بيت حزدة ولكن يسوع مش أي طبيب هو الطبيب هو الجراح هو العيادة هو العلاج هو الدواء هو الشفاء هذا هو يسوع المسيح فإذن جاء يسوع المسيح ليسأل هذا السؤال ليس لأنه لا يعلم لأنه مكتوب عالمة أن له زمان كثيرا بذكرنا بالسؤال في العهد القديم عندما سأل الله آدم أين أنت هل فعلا الله لا يعلم أين آدم ولكن ليستشف ولكي يستخرج من فمه ما فعل ولكي يواجه الله موسيقى 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 شكرا